حصلت بين حكاءالي الأستاسية بعد ناكست سبعة وستين حصل مؤتمر الخرطوب اللي هو كان عشان دعم مصر والمجهود الحربي وعادة بناء رخوات المسلحة كان جمال عبد الناصر وطبعا كنا من حارف اليمن من حارف السعودية يعني شوف فكان الخلاف مع الملك فيه خلاف كبيرا جدا وبعدين في أثناء المؤتمر القادة العرب كلهم قاعدوا يتكلموا على دعم مصر فجمال عبد الناصر أحرج وقال يا جلالة الملك اللي تشوفوه زي ما تقول الملك فيصل طلب من كل دولة هتقدم دعم ايه لمصر فجمال عبد الناصر سكت فالملك فيصل قال له يا فخامة الرئيس مصر تأمر ولا تطلب تأمر ولا تطلب ودي كانت مسجلة في جلسة المؤتمر جلسة الخمة خمة الخرطو قال له يا فخامة الرئيس مصر تأمر ولا تطلب ده أنا لقيت عنوين في الأيام القليلة الماضية السعودية تتأمر على مصر طيب ليه أنا بقول لك الرواية دي حكها للأستاذ يكا ولو مواقف مع السعودية يعني هو أساسا كان له له تحفظات له مواقف متأزمة وخلافات عميقة بالضبط كده حكها للقصة قال له يا فخامة الرئيس مصر تأمر ولا تطلب وقد كان مصر تأمر بلد